السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى بيرجر في الدنيا كلها طعم وريحة وشكل وكل حاجة عايزة تقديها وكيمة غزائية طبعا عالية جدا لان انا هعملوا لحمة صافية من غير اي اي حاجة تانية فبالتاني لو عندك اطفال مش بتحب اللحمة ممكن تعملوا لها على شكل بيرجر هيحبوه اوي 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 وشكل كده زي بتاع سلطع بيرجر بالزبط بصيبا عندي نص كده لحمة انا مفرومة انا عايزة يبقى فيها دهون بس مش كتير تمام بس لازم يبقى فيها نسبة دهون مش تبقاش حامرة عندي ملح بس مش هستخدمه دلوقتي خالص وهقول لك لي عندي معلقة بابريكا صغيرة معلقة بصل بودر صغيرة ومعلقة توم بودر صغيرة بس احنا مش هنستخدم المعلقة كلها قللت منها شوية ده عندي بقسمات مطحون وعندي معلقة فلفل اسود وبرده مش هستخدمها كلها تمام حاسيت انها تبقى كتير على المقدار بتاعي فقللت منها شوية وهواريك هواريهم لك يعني يعني الطوم البودر حطي كله البصل بودر حطي نص معلقة بالزبط البابريكا عايزة تحطيها كلها تمام بس ممكن تحطي مسلا معلقة صغيرة بس مش مملية على الآخر الطوم بودر حطي نص معلقة زي ما قلت لك البصل بودر حطي معلقة صغيرة كاملة ده للنص كيلو بس فاهميني البابيكا براحتك هي الطعمها مش بيضغة يعني الفلفل الاسود برضو حطي نص معلقة صغيرة لان انا صراحة لما حطيت معلقة 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 لقيته كتير فما حطيتهش كله زي ما انت شايف عادي ممكن تحطي بقسمات كله انا مش عارف ايه اللي خلاني يعني مش عارف ايه اللي خلاني سيبته شوية دول ما جاتش عليهم وهو كان مزبوط يعني فما مزبوط جدا كمان هنشتغل بقى بقدينا كده وهنقعد ايه يدخلوا في قلب بعض كله تمام ادخليه جامد في قلب بعضه عشان خاطر آآ يتماسك يعني وتبقى كل المكونات موجودة فيه بصي آآ مش هقول لك ومش هحلف لك عشان ما يبقاش حرام علي بس بجد رحته كانت تحفة جدا جدا رحته حلوة قوي 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 ده غطى عنزي لو انت عندك غطى اكبر من ده ياريت لو انزي عندك قطعة اللي هي بتقطع على الكحك والباسكوت دي قصدي الكحك ياريت آآ بس تبقى كبيرة شوية تمام ده كان اكبر غطى عنزي عشان خاطر ايه آآ اشكل بالبرجر بتاعي حطيت فيه كيس زي ما انت شايفة كده وابتديت اضغط هتضغطي ومش رزم تضغطي جميد قوي يعني بس انا ايه عشان تديره الشكل الدائري تمام لو انت عندك قطعة برضو بتاعت النقطات عالية بتاعت الكحك الكبيرة اعملوا مقاسه يكون كبير بس حجمه يكون رفيع تمام عشان يستوي منك بسرعة ولو ما استويش منك دخلي الفورن بس هو هيستوي انا متأكدة بصي بقى شكله عامل ازاي كأنك جابه من بره بالزبط بس انت ضمنا بقى اللحمة بتاعته ضمنا آآ كل المكونات بتاعته ضمنا ضمنا كل حاجة انت اللي عاملاه حاجة كده وهم ريحة والله ريحته كانت طلعة وانا بعمله من كتر ما هي جميلة جدا بوسي بقى كده انا جبت كياس قطعتها عشان احطهم فوق بعض تمام لو انت عندك ورق زبدة ممكن تقطعي بس انا جيش قالك تصرف وانا تصرفت تمام هوريك برضو شكلها لما خلصها كلها انا الصراحة عندي اولادي مش بيأكلوا اللحمة قوي يعني خاصة الصغيرين فعملت اللحمة دي كتحاول يعني عشان يأكلوا اللحمة لان هي لحمة صرفة ما فيهاش حاجة ومش مدخلة فيها اي حاجة وزاي ما انت شايفية متمسكة اصلا من قبل ما اعمل فيها اي حاجة وهقولك برضو على خطوة حلوة قوي عشان تبقى متمسكة جدا ومتتعكيش بصي بقى كده اهي انت كمان لو عايزة تفرزي دلوقتي يفرزي لانه هو كل الحاجات اللي في بودر يعني مش هتبوز ممكن تعملي كده وللاولاد لما يروحوا المدرسة تعملوا مساندوشات هتقلي بس الصبح وخلاص او ممكن اه تفرزي وتخليه عندك في الفليزر وقت ما انت محتاجة مزنوقة في اه يوم كده الاكل سريع هيبقى عندك زي الفل هيتفرز زي الفل الصراحة تحفة بجد جميل جدا انا بقى كده دخلت الفليزر عشان اه نص ساعة لحد ما يجمد شوية نص بقى ساعة ساعة براحتك بس هو قال لحاجة نص ساعة عشان خطر يكون مسك نفسه هو من دلوقتي مسك نفسه على فكرة بس هو اه اه يعني جمدته عشان يبقى اسهل معي تمام بس مش اكتر من كده انا بقى بقطع قوطة هعملها شرايح وزي ما انت عايزة يعني بعد كده اي حاجة بقى عايزة تحطيها حطيها وجبت خاص برضو هقطع قدامكو دلوقتي وبسط ولو انت عندك لو انت انا كان آآ القيار مخلل ممكن تقطعي برضو شرايح وتحطي هيبقى تحفة جدا معي اهم حاجة بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناة لو عجبتكو آآ وان شاء الله تعجبكو وتجربوه وتقولوه يعيقو ايه ما تنسوش الكومنتات انا بحب الكومنتات جدا وبحب ا ا ا ا ا ا ا ا ا التعليقات بتاعيدكو اكيد بتتشجعوني بتقطعيها حلقات زي ما انت عايزة الصمك اللي انت عايزة ايه تمام? ادي الخاص اللي هو الكابوتشا ده انا انا بحب اقطعه لو انت عايز تحطيها واحدة كده على بعضها تمام براحتك يعني بس انا بقطعه بالطريقة زي بالنسبة لي احسن احنا كده البرجر عندنا في الفليزر واحنا بنجهز له عمل ما يطلع بحيس ان احنا ايه لما يطلع هو ما ياخدش وقت نكون متجهزين كل حاجة هتقلي وتقدمي على طول وهو سخن بيبقى تحفة نصيحة مني زي ما قلتلي الكباري شوية لان هو بيكش بس مش بيكش جامل بس الكبارين ان هو بيكش انا جبت له عيش كايزر من برا بس انا بعمله في البيت وفي مرة كده هتصوره لكم ان شاء الله وانا عاملاه في البيت شكله عامل ازاي الصوس ده اسمه الصوس السري بس هو مش سري ولا حاجة زهور رائع داه هو كل قصة اااااااااااااااااا امايونيز زي ما انت شايفه يعني اللي انت محتاجه اللي انت عايزا اي انا بالنسبة ليه الحجم ده مناسب جدا دول كان و3 معالأ كبار مليانين وحطيت عليهم كسين كاتشوب تمام مكنش عنزي كاتشوب اجبت كسين حطيت شوية طون بودر وشوية بصل بودر الحاجات دي اسواء يعني ممكن تزويلي شوية ممكن انقصي شوية يعني انت وراحتك. تمام? ما حطتش بقى اي حاجة ايه. لو انت عندك مية مخلل اللي هو خيار حطي معلقة منه. معلقة كبيرة. من المية بس. فهم اقصدين. برضو بيدي طعم حلو قوي. بس انا ما عملتش كده عشان ما كانش عندي خيار بخلل في الوقت ده. كده بقى احنا هنقل البرجر بتاعنا في زبدة. حطي زبدة حاجة بسيطة. قبل ما تقل ما تقلي البرجر بتاعك افتحي افتحي الكايزر بتاعك نصين ورجعي حطيه في الطاصة. اه يعني يتحمص كده. لو انت عايز تحطيه يتحمصيه بالزبدة تمام عايز اتحمصيه من قبل ما تحط الزبدة تمام. بس انه مهم جدا في الطعام. يعني بيفرق قوي 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 بالطعام. النار اه كانت اه متوسطة وبعد كده وطتها شوية. اه انا ليسا محطتش الملح وباكد عن المعلومة دي. عليه بقى. احنا ليسا محطناش ملح. علشان احنا الملح لو كنا حطناه جوه البرجر كان نازل الماية بتاعته كلها ونشف جدا. وانا مش عايزة يبقى ناشف. انا عايزة يبقى طاري كده وجوزي. فيه فيه تراوة. فهم قصدي. خاصة ان احنا مش عاملينه تخين. عشان انا مش بحب التخين. واولاتي كبير مش بيحبوه. فهو كده يدي تراوة ليه. وطبعا علشان لو هتحطي بقى عليه جبنة شادر. الجبنة الشادر بيبقى فيها سنة ملح. فحاولي ما تكطريش الملح دي. تمام? لان هي بتبقى ملحة شوية فهتحدى اهول الجامد. فانتي لازم بتاخذي بالك من الموضوع ده. بص بقى زي ما انتوا شايفين متماسك جدا جدا جدا. هتحطي بقى كده تصوص بتاعك وهتحطي شوية خاص. وبعد الخاص آآ قوطة. وتحطي على القوطة شوية ملح بساط جدا. وشوية فلفل اسود بساط جدا. حاجة كده تذكر عشان الساندويتش ميبقاش حدق معاكي بس في نفس الوقت عشان القوطة يبقى ليها طعام. في الاخر خالص برضو الغطة اللي فوق بتاع الكايزر هيبقى برضو في نفس السوس بتاعنا ده. طبعا الحاجات اللي جوا دي ازواء براحتك يعني. ممكن تجيبك جبنة اللي هي بتاعت البرجر اصلا. انا زي ما انت شايف دي كده حطت شوية ملح وشوية كمو شوية ملح وشوية فك في الاسود بس انا مش اكتر من كده. بصات جدا يعني. قلت عشان القوطة نفسها بقى لها طعم. وبعد كده حط بقى حلقات البصل واحط اخيار اللي انا مقطعها برضو شرايح رفيع. بصي هي التاكلة مني في الايه? في المنتاج كالعادة. بس بصي بقى شكله حاجة جميلة ازاي? طبعا ما تنسيش زي ما قلت هيك الجبنة الشيدر وما تنسيش او الجبنة اللي بتجي مع اللي بتتعمل مع البرجر اصلا يعني فيه جبنة مخصوص للبرجر بص بشكله تحفة والله الاولاد كانوا وقفين علشان خاطر يكلوه. من كتر ما هو شكله جميل وحالو. طبعا هو ده كده الاولاد هتاكلوا يعني بالطريقة دي هو عملي. لكن لو انت عايزة شكل اكتر ممكن تعملي طبقتين كمان يعني ممكن بعد كده ترجعي تحطي خاص وبرجر تاني هيعلى بقى معاكي خالص. انا حطيته بالطريقة دي عشان اولاد تعرف تاكلوا. وعملته الحجم ده يعني بالنسبة لنا مناسب جدا. دي حاجة عملية. انا حطيت الكشف ده عشو خطر ايه? اه برتو يعني لما اسمه كده اعرف اتحكم فيه ونعرف الاولاد تاكلوا بسهولة يعني. والله كان طعمه تحفة جدا. ما تنسونوش بقى زي ما قطلتكم في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلكم اني كل جديد. والسلام وعليكم ورحمة وبركاته. موسيقى